المرشحون لحركة المحافظين الجدد ومدى كفاءتهم وإشراك الشباب في الحياة السياسية ملفات كانت محور اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب واللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التأكد من قدرة المرشحين لحركة المحافظين على الاطلاع بمسؤولياتهم على النحو المرجو والتواصل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لها وأن يعملوا على دفع عملية التنمية في المحافظات كما أوجه الرئيس باهمية اختيار عدد من الشباب كنواب للمحافظين وذلك في إطار العمل على إعداد كوادر شابة لشغل مناصب قيادية من جانبه قال اللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية إن حركة المحافظين المرتقبة تضم 14 محافظا وتوقع الإعلان عنها إما بعد غد الخميس أو بحلول الأحد القادم على أقصى تقدير مشيرا إلى أنه تم مراعاة المعايير التي تم تحديدها للاختيار وأهمها الكفاءة والعمل الميدني والقدرة على حل مشاكل المواطنين موسيقى